أعلن صورة الفن الهندية أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله لإحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والخضوع للعزل الصحي وكتب النجم الهندي صاحب السبعة وسبعين عاما بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم قائلا أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم إيجابية التحليل انتقلت إلى المستشفى وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات وفي انتظار النتائج كل من كان على مقربة مني خلال العشر أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار ومن ناحية أخرى أعلن النجم أبهيشيك باتشان ناجل أميتاب باتشان إصابته بالفيروس بعد إعلان والده عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر حيث كتب في تدوين له في وقت سابق من اليوم أصبت أنا ووالدي بإيجابية الإصابة بكوفيد 19 لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا أطلب من الجميع أن يبقى هادئا وليس الزعر شكرا لك ويتلقى أميتاب باتشان ونجله العلاق في وحدة عزل الجهاز التنفسي في مستشفى بممبي وقال الأطباء إنه يستجيب بشكل جيد للعلاج والحالة مستقرة ترجمة نانسي قنقر